السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ عبدالله عالزي معلم الدراسات الاجتماعية وعلى لغة الإشارة أستاذ عبدالسلام غير اليوم سوف نتحدث في منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثاني متوسط عن تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقبل أن نبدأ سوف نراجع الدرس السابق الدرس السابق كانت تحدث عن النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون تحدثنا عن النشاط وقلنا أن المجلس التعاون محدود الموارد بسبب الجفاف وطبيعة البيئة الصحراوية وخلو أراضيها من الأنهار وقلة الموارد لذا اعتمد السكان القريب من البحر على صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ أما المناطق الداخلية اعتمدوا على رعي الإبل والأغنام وزراعة بعض الواحات الغنية وتطورت الصناعة وتطورت الاقتصاد دول مجلس التعاون بعد اكتشاف النفط فظهرت أنشطة اقتصادية جديدة مثل استخراج النفط والمعادن والصناعة والتجارة وكذلك السياحة أهم الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون دول الخليج العربي لدينا أهم الأنشطة الاقتصادية صيد الأسماك من الأنشطة الاقتصادية كذلك الزراعة والثروة الحيوانية الزراعة والثروة الحيوانية من الأنشطة الاقتصادية كذلك من الأنشطة الاقتصادية النفط والثروة المعدنية النفط والثروة المعدنية كذلك من الأنشطة الاقتصادية الصناعة الصناعة وكذلك التجارة هذه أهم الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كذلك تحدثنا عن الزراعة من الثروة الحيوانية الزراعة والثروة الحيوانية وتحدثنا أن دومة ستة عاون أهمية اهتموا في القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي واتخذوا خطوات من هذه الخطوات استصلاح الأراضي البور إجراء دراسات حول موارد المياه إنشاء سدود إنشاء مزارع تجريبية ومراكز بحوث كذلك تقديم مساعدات زراعية وأرشاد زراعي كذلك تقديم القروض للمزارعين هذه من أهم الخطوات التي قامت بها دومة ستة عاون لدولة خيجة عربي لتحقيق الأمن الغذائي استصلاح الأراضي البور إجراء دراسات حول موارد المائية إنشاء كذلك سدود للاحتفاظ المياه وإنشاء المزارع التجريبية ومراكز بحوث تقديم المساعدات الزراعية كذلك تقديم القروض المزارعين ومن المحصولات الزراعية المهمة التمور والحبوب والخضار والفواكه ولكن لا تكفي للطلب المتزايد عليها من سكان دومة ستة عاون لذا نجد دومة ستة عاون تستورد جزء من احتياجاتها من هذه المحاصيلة الزراعية وقد حققت المملكة العربية السعودية الاكتفاء الذاتي من إنتاج التمور كذلك تحدثنا عن الثروة الحيوانية واعتنى دومة ستة عاون منذ القدم بتربية الماشية ولما أنعم الله على دومة ستة عاون بالنفط تحسنت مستوى المعيشة وزادعت سكانها وعدد الوافدين مما زاد الطلب على اللحوم والألبان ومشتقاتهم زاد الطلب كذلك من الأهم الأنشطة الاقتصادية صيد الأسماك النفط والثروة المعدنية وكذلك الصناعة من أهم العوامل التي ساعدت على تطوير الصناعة توافر مصادر الطاقة توافر مصادر الطاقة والمواد الخام كذلك وجود رأس المال وجود رأس المال ساعد على تطوير الصناعة التشجيع الحكومي التشجيع الحكومي ساعد على تطوير الصناعة كذلك توافر البنية الأساسية واكتمالها ساعد على تطوير الصناعة استعمال التقنية الحديثة توافر النقل والمواصلات كذلك ساعد على تطوير الصناعة توافر الأيدي العاملة المدربة وكذلك كثرة الأسواق كثرة الأسواق هو من العامل التي ساعد على تطوير الصناعة وتسعى دول مدس التعاون ودول الخيجة عربي إلى التكامل الاقتصادي بينها لوجود مقومات النمو الاقتصادي فيها أما درسنا اليوم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي أهداف الدرس أهداف الدرس أن يحدد الطالب تاريخ نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربي أن يحدد الطالب تاريخ نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربي أثنين من أهداف الدرس أن يعدد الطالب أجهزة مجلس التعاون لدول الخليج العربي أن يعدد الطالب أجهزة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ثلاثة أن يستنتج الطالب أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي هذه أهداف الدرس أن يحدد الطالب تاريخ نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربي اثنين أن يعدد الطالب أجهزة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ثلاثة أن يستنتج الطالب أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي تمهيد التكامل والتعاون هو سمتان من سمات دول الخليج العربي التكامل والتعاون هو سمتان من سمات دول الخليج العربي ونتيجة لذلك تأسس مجلس من تحقيق التعاون بينهم بين هذه الدول فكيف نشأ هذا المجلس وما أبرز مجالاته التكامل والتعاون هو سمتان من سمات دول الخليج العربي ونتيجة لذلك تأسس مجلس لتحقيق التعاون بين هذه الدول فكيف نشأ هذا المجلس وما أبرز مجالاته نشأت مجلس التعاون لدول الخليج العربي قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا لما يربط دول المجلس التعاون من روابط قوية وعلاقات خاصة وكذلك سمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية أدركت دول الخليج العربية حاجتها لإقامة منظمة تسهم في تحقيق التكامل والترابط بينها وتسهم كذلك في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية لما يربط دول المجلس التعاون من روابط قوية وعلاقات خاصة وكذلك سمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية أدركت دول الخليج العربية حاجتها لإقامة منظمة تسهم في تحقيق التكامل والترابط بين هذه الدول وتسهم في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية ولذا أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1401-1981 ميلادي ولذا أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1401 هجري عام 1901-1981 ميلادي واختيرة مدينة الرياض مقرا للمجلس أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1401-1981 ميلادي واختيرة مدينة الرياض مقرا للمجلس لدينا هنا شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذا نشأت مجلس التعاون وتاريخ نشأته ومقر المجلس أجهزة المجلس أجهزة المجلس يتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأجهزة الرئيسية الآتية أول شيء المجلس الأعلى المجلس الأعلى المجلس الوزاري المجلس الوزاري الأمانة العامة هذه أجهزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من عدد من الأجهزة الرئيسية ومن هذه الأجهزة المجلس الأعلى المجلس الأعلى المجلس الوزاري وكذلك الأمانة العامة الأمانة العامة نأتي المجلس الأعلى المجلس الأعلى يتكون المجلس الأعلى من قادة الدول الأعظام يتكون المجلس الأعلى من قادة الدول الأعظام ويعقد اجتماعاته مرة كل سنة مرة كل سنة المجلس الأعلى يتكون من قادة الدول الأعظام ويعقد اجتماعاته مرة كل سنة ولدينا هنا صورة لمجلس التعاون لقادة دول مجلس التعاون في مكة المكرمة عام 1440 هجري هذا المجلس الأعلى المجلس الأعلى يتكون من قادة دول مجلس التعاون دول الأعظام ويعقد اجتماعاته المجلس الأعلى مرة كل سنة الثاني المجلس الوزاري المجلس الوزاري يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعظام يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعظام ويعقد اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر مرة كل ثلاثة أشهر هذا المجلس الوزاري يتكون من وزراء الخارجية ويعقد اجتماعه مرة كل ثلاثة أشهر ولدينا هنا اجتماع وزراء الخارجية تعاون دول خارجية في مكة المكرمة عام 1440 هذا المجلس الأعلى والمجلس الوزاري جيم الأمانة العامة تتكون الأمانة العامة من الأمين العام من الأمين العام ويعاونه أمنا مساعدون وعدد من الموظفين الأمانة العامة تتكون من الأمين العام للمجلس التعاون ويعاونه أمنا مساعدون وعدد من الموظفين وعدد من الموظفين هذه أجهزة هذه أجهزة المجلس التعاون للمجلس الأعلى وهو قادة الدول العضاء ويجتمعون مرة في السنة المجلس الوزاري يتكون من وزراء الخارجية ويعاقدون اجتماعاتهم مرة كل ثلاثة أشهر الأمانة العامة وتتكون من الأمين العام وعدد ويعاونه أمنا مساعدون وعدد من الموظفين تقويم مرحل متى أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأين مقره متى أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأين مقره سنعطيكم وقت ونرجع لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رجعنا لكم كان السؤال يقول متى أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأين مقره أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1401 هجري واختيرة مدينة الرياض مقرا للمجلس لجابة وانشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1401 هجري عام 1981 ميلادي واختيرة الرياض مقرا للمجلس أهداف المجلس أهداف المجلس وضعت للمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهداف أساسية أهداف المجلس وضعت لمجلس التعاون لدول الخليج العربي أهدافاً أساسية واحد تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون من أهداف المجلس تحقيق التنسيق بين دول مجلس والتكامل بين دول مجلس وكذلك الترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليجة عربية هذا أول هدف من أهداف المجلس تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اثنين من أهداف المجلس تعميق الروابط وتحقيق التعاون بين شعوب مجلس التعاون تعميق الروابط وتحقيق التعاون بين شعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربي ثلاثة من أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي وضع الأنظمة المتماثلة في مختلف الميادين وضع الأنظمة المتماثلة في مختلف الميادين هذه أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي من أهم هذه الأهداف تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون تعميق الروابط وتحقيق التعاون بين شعوب دول مجلس التعاون ثلاثة وضع الأنظمة المتماثلة في مختلف الميادين كذلك من أهداف مجلس التعاون أربعة دفع عملية التقدم العلمي والتقني دفع عملية التقدم العلمي والتقني عن طريق واحد إنشاء مراكز بحوث علمية بإقامة المشروعات المشتركة جيم تشجيع التعاون في القطاع الخاص أربعة من أهداف دفع عملية التقدم العلمي والتقني عن طريق إنشاء مراكز البحوث العلمية إنشاء مراكز بحوث علمية إقامة مشروعات مشتركة كذلك تشجيع التعاون في القطاع الخاص خمسة من أهداف مجلس خمسة تنسيق مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا العربية والإسلامية وخصوصا قضية فلسطين تنسيق تنسيق مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا العربية والإسلامية ومن أهمها خصوصا قضية فلسطين ستة من الأهداف المشاركة في حفظ الأمن والسلام المحلي والدولي المشاركة في حفظ الأمن والسلام المحلي والدولي هذه من أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي ذكرنا دفع عملية التقدم العلمي والتقني تنسيق مواقف دومة ستة تعاون في القضايا العربية والإسلامية وخصوصا في قضية فلسطين إنشاء المشاركة في حفظ الأمن والسلام المحلي والدولي تقويم ختامي يصل الطلب المجموعة ألف ما ينسبه من مجموعة با باستعمال الأرقام باستعمال الأرقام الأمين العام والأمناء المساعدون قادة الدول وزراء الخارجية لدينا هنا هما عضاء مجلس الأعلى وهنا عضاء مجلس الوزاري هما عضاء الأمانة العامة سنعطيكم وقت ونرجع لكم شكرا رجعنا لكم كان السؤال يقول يصل الطلبة ما في المجموعة ألف ما ينسبه من مجموعة با باستعمال الأرقام الأمين العام والأمناء المساعدون هما عضاء الأمانة العامة لمجلس التعاون الأمين العام والأمناء المساعدون هما عضاء الأمانة العامة لمجلس التعاون قادة الدول هم أعضاء المجلس الأعلى لدول الخليج العربية قادة الدول هم أعضاء المجلس الأعلى لدول الخليج العربية ثلاثة وزراء الخارجية وزراء الخارجية هم أعضاء المجلس الوزاري لدول الخليج العربية وزراء الخارجية ثلاثة هم أعضاء المجلس الوزاري لدول الخليج العربية هذا تقويم ختامي الأمين العام والأمناء المساعدون هم أعضاء الأمانة العام المجلس التعاون قادة الدول هما عضاء المجلس الأعلى دول مجلس التعاون وزراء الخارجية هما عضاء المجلس الوزاري لدول الخليج العربي كذا انهينا درسنا اليوم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي شكرا لكم حسن استماعكم وأنصاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته